شحل وضرب للنساء وتكسير لعظام الشباب وإصابات بالغة في العيون والسبب تظاهرات لخريجين طالبوا بالتعيين أسوة بأقرانهم ومتى ما وصلنا إلى مستوى الرضا لدى المواطن في أنه تحققت فعلا هذه الخدمة بسرعة وبيسر نكون نحن أمام فعلا تحقيق منجز فمعيار تنفيذ الهدف وارضى المواطن ما هكذا تورد الإبليا حكومة ذيقار وقواتها الأمنية ما حصل لا يرضي رئيس الوزراء الذي أعلنها صراحة أن النجاح هو في إرضاء المواطن ولا يرضي وزير الداخلية الذي يشدد على مراعاة حقوق الإنسان والانضباط والالتزام بالقانون وتطبيقه فهل ما جرى بحق المتظاهرين يراعي أي من ذلك؟ لحفظ الأمن والاستقرار تكون المحاسبة وفق القانون والإجراءات الرسمية وليست وفق لغة الهروات والقمع والتعنيف وعبرة من سلك باب العنف قريبة ونتيجتها انعكست سلبا على من وقع فيه كيف اقتص منه القضاء وغاب في دهاليز السجون قصاصا لحق الدماء التي سالت فيما أعقب انتفاضة تشرين وفي ذيقار ذاتها ترجمة نانسي قنقر